السلام عليكم اخواتي ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام صحة والعافية اليوم ان شاء الله اجبت لكم صابلي رائع يعني صابلي تعال كيلة اللي تخرجي به الخير والبركة اللي بغا تخدم على روحة ولا اصحاب المشاريع هذو الوصفة تجارية مياه بالمياه على خطر يعني وقتلكم مئتين وخمسين جرام راح تخرجي ستين حبان تاع صابلي كل زوج حبات فوق بعضهم مشكل وحد حباء وحدها يعني كل زوج حبات فوق بعضهم يجيوك ستين حبا قبل ما نبدأ وصفتنا حباباتي ما تنسوش تضغطوا لي على زر اللايك هكا بشتداموني حتى تما في هذ القناة وانستمر معاكم وثاني لأول مرة تشوف قناتي نقولها مرحبا بيك اشتركي في القناة وفعلي جرس تنبيهات هكا بشتوصلي دائما بالجديد ونبدأ وبسم الله وصلاة والسلام وعلى رسول الله كما شفتم معي يا لبنات جبت هنا ميتين وخمسين طيب 40 قرام انتع المارغارين بدرجة حرارة المطبخ زيت بنفس العلبة قيزت كيله انتع زيت بنفس العلبة توصلوها حتى الخط هذا كين كانت المارغارين متوصلوش للخط يعني الفوقان يخلاص يعني انقي سونا هما المارغارين وان حبست المارغارين في قيسوا باقي المكونات درت كيله تعزيت كي ما شفتم معايا كيله انتع سكر ناعم ونص كيله انتع نيشاء ذورة مرة ليفت في هذك الفيديو ليشته العام ليفت درت لكم كيله كاملة نقصت نشاء الزورة باش تجي اقتصادية اكثر والبيض ثاني راني عدلت في الكمية درت ثلاث حبات نطع البيض المره لفات درت زوج حبات بارك المره هذي درت ثلاث حبات على جل باش ما يجيش القاوم هذك كتاع الغريبية ويجيكم الصابلي يعني مليح يجي كأنه يجي صابلي صح صح ما يجيش كناقص بيض مهم درت ثلاث حبات نطع البيض رام صغار في الحجم شوي اذا حباتكم كبار زع ما هذو كل كبار بزف ديرو زوج حبات بزايد ودرت يعني يميل عقا ونصف انتع الاخرى الفانيلا ودرت شوية على الملح هكم شفتم معايا يعني رشة على الملح ونبدأ نخلط في هذ المقادير بالباطر نخلطهم مليح 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 مهم حتى ينساجموا مليح مليح هذيك الزبدة وهذيك الزيت والبيض وكل شي ينساجموا مليح مع بعضهم مش محتم يطلعوا بزف شوفوا البنات راح نحبس الهنايا وهنا راح نبدأ نضيف الفارينة تعي مع الخميرة الكيميائية شوفوا الهنا راني ضفت العلبة اللولة وزد معاها كيس كاملتها خميرة كيميائية ما يعدل 10 غرام في الوصفة الاخرى ليدرت لكم العملي فات مادرتش خلاص الخميرة كيميائية قلت لكم خليتها اختيارية يعني تقدروا يديروها تقدروا ما تديروهاش والمرة هذي درت الخميرة كيميائية يعني بش تشوفوا بليرا ويصلح في في جميع الاحوال يعني حبيتي تزودي حبيتي مثلا تديري الخميرة ولا ما تديريش حافظي برك على المقادير تع الزيت والمارغارين والحويج الاساسية هذو البيض يعني الحويج هذو الاساسية برك حافظوا عليهم الباقي يعني تقدري ما تديريش خلاص انشاء كان الوصفة اللي درتها هنا في القناة هي تعال كيلو وما درتش فيها خلاص انشاء ودرتها غير بالسكر العادي ما درتهاش بالسكر الناعي يعني ديرو كيما بغيتوا انتو ميدنات هي راح تجي ناجحة 100% مهم بناتنا راح نبدأ للم بالفارينة دتلي حوالي خمس علب انت الفارينة بنفس العلبة لي قيس بيها وزيت حوالي زوج مغارف ولا ثلاثة وانتو ما يعني ما تزربوش الفارينة يعني ديرو بشوي بشوي مهم لازم تحصلوا العجينة طرية شوية ذوك تشوفوا معايا القاوة متاع العجينة خاصة العجينة اللي فيها الزيت يا البنات ننصحكم انكم ما تنشفوهاش عفوين بزاف على خاطر انبعت وليت تعبكم وتعود تفتت بزاف اكم شفتو معايا القاوة متاع العجينة راح نقسمها الى نصفين راح ندير زوج تعليقو يعني خليت واحد بذوق الفاني وهذا الثاني راح نديرو بذوق النوازات زعما انا وش درت يا البنات انا انا هنا وان غلط شفتو هذ العجينة اللي درت لها نوازات زعما بش نديرها الحلوة تعلموكا حكمت وش درت حكمت درتها هي الصابلي هذك الصابلي هذك ثاني المربع اللي زعما راح نديروا درتها هي هكاك وهذك اللي ما فيها حتاقو يعني خليتها راح ندير بها يعني غلطت في الشكل مبعد كي طبعت حكمت هذك الصمرة اللي فيها ذوق اللي راح نديرها موكا هذك حكمت درتها يعني بطابع هذك المربع يعني وانا طابع المربع كنت معاولا نديرو بالسامبل يعني ندير به صابلي سامبل تقليدي هذك مهم لا حرج يعني هنا تختلف الضوق برك يعني نورمال العجينة تعال موكا هي اللي نديرو فيها ذوق تعال القهوة ولا ذوق نوازات ولا ذوق كي يكون مليح باش يخرجنا مع اللوغو هذك تعال القهوة اكم تعرفون نسكافي ولينا ما نشري وهاش انا نمقاطعتها شخصيا اراني مقاطعة انا من جماع المقاطعين وماني شرح نشري حتى حاجة تسبب يعني في قتل الابرياء والحمد لله يعني مخاوتنا مش ناس من هيه ولا وكان جوا في بعضاهم نقول كدب راسهم يعني هما في بعضاهم يعني يقتلوا في بعضاهم بصح باش يقتلونا الابرياء ويجيوا ويغتصبوا ارض بكاملها يديوها وشعب كامل اللي يحبوا ينفيوها من الوجود ودولة كاملة يحبوا ينحيوها ويزودوا ويقتلوا في الناس هكا والاخر انا نقاطعهم اليوم الدين من زيش نشري حتى حاجة انها يعني ضرهم والحمد لله انا راني ذوقها في منتوج بلادي يعني اليوم دانون ما تدخلش للدار غير سوما قده من حاجة يعني نسكافي راني مقاطعتها حتى نلقى حاجة كوكا كولا بزف مشروبات يعني راني مقاطعة بزف حويج والحمد لله مهم البنات اللي هنا وش درت العجينة الدعي بعد ما قسمتها وغلفتها حكمت خليتها في الثلاجة ارتحت شوي حوالي نص ساعة الى ساعة كما حبيتوا ومبعد جيو تطبعها شوفوا قلت لكم الغلطة اللي درتها انا اني جبت هذه البيضة العجينة هذي لما فيها يحتاجوا طبعتها دائري زعم الدائري هذا راح ندير به الحلوات على الموكا ونبسح ما عليش يعني بعد راني ندير لوقو في كريمة الزبدة وخلاص يعني ندير لوقو يكون قاوي شوي في كريمة الزبدة باش تجي فيها هذك لوقو تاع القهوة باش تجي مليحة ولا لوقو تاع النوازات ولا لوقو تاع الشوكولات ولا اي حاجة مهمة البنات ولا هنا راني بديت نطبع هذي البيضة برك خرجت منها ثلاث بلاتوات كل بلاتو فيه عشرين حبة شوفوا هذا الزوج بلاتوات هذا واحد وذوق نزيد نعطي لكم الثاني مشاء الله يعني هذي المول هذا او كبير شيو مش هذي الصغير وحتى في هذك المربع مول يعني عادي تاع سابلي عادي مشي للمول يعني اللي طبعت بهم زوا ما تقولوا صغير ولا حاجة مش شفته معي اللي بلاتو هذوك الزوج فيهم عشرين عشرين وهذا في ا 4 وعشرين حبة يسمى خرجت لي هنا اه 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 ا 3 و 6 اه 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 ا 4 و 6 اه 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 اربعة وستين حبة اكي ندير كل زوج فوق بعضها صبلي 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 مول تعصابلي عادي كما راكم تشوفوا راح نحطهم كامل في المول ومبعد في المول باش ندير هذيك الثقبة اللي في الواسط باش مت تفزليش يعني الحبه هنا كي تديرو الثقبة في الواسط وهو فوق الساشي الشغول كيتهزوها ممكن تفتتلك الحبه ذيك ممكن لاخر وبصح كي تديريها في المول احسن شوفوا راح نطبع بهذا الطابع درت به هكا وردات في الواسط ومبعد راني نحيهم بالموس هكا فاصل ما اذا بغيتي تستعملي ثاني اللقات تقدري تستعملي مل قط هكا يكون اللي تستعمليه نلقات وزعمالين نقشو به ولا حاجة هكا بالموس ثانية يتساعدك عادي يشوفوا البنات راح ننصف الكمية كامل في كل بلاتو راح ندير نصف الكمية نديرها هكا فيها الثقب هذيك اللي في الواسط ومبعد نطيبهم عادي لمية وثمانين درجة حاولوا تحمروه مريح بش يجيكم بنين مباعد ف ف ف ف الماكلة وهاهو صابلي ibaي كامل شوفوا البنات خرج الى هنية هذا خرج لي او قلت لكم ٦٤ حبى يعني كيندير آه هذا هذا الدائري كيندير زوج بفوق بعضانهو هم يخرجوا لي آه 32 حبات الصابلي وهذا راني كي خدمت وكملت خرج overlooked ماذا يلح الحبه هذيك اللي رح تشوفوها مبعد اللي جايوا في زوج وامض إن متقوبين يعني عاني على خاطر هذوي فيه مثقب في الواسطة كم طعفوا دائما يتكسروا حكمت زودت تحبه ولا زوج قلت يعني يتكسروا لي ولا حاجة طوك تشوفوا معي البنات الكمية على عينيكم تشوفوا كامل قدواش خرج لي انا راح نبدأ نمونطي هذا ولا نزين في هذا نتعلى الكاريات راح ندير هكا نغلقه عادي ندير هكا شوية تعال كون فيتور تقدو ديولاجي لي باش تجيكم اقتصادية اكثر بالنسبة لاصحاب المشاريع درت هكا يعني مسحة صغيرة برك هكا تعال كون فيتور خاطر من بعد ما زلت راح نزيد نعمر ومن بعد نلسق ندير هذي كتا الثقب الفوق كما العادة عادي ومن بعد بعد ما نكملهم كامل نحكم نرشهم كامل بسوية خوغلاس يعني قبل ما نزيد نعمر هذك الثقب في الواسط من الاحسن انكم ترشوا بسوية خوغلاس باش يجيكم يعني القطو تاكم مفيني هكا رشيتهم كامل هكا ما بغيتش ندير هذوش اشكال درت يعني شكل واحد كنت راح ندير اخرين هكا زي ما قدت ندهنه لفوق ونديله شوي كاو كاو مبعد قدت لعله خلي برك نكمله كامل بنفس الشكل باش يجيباهي في نفس الوقت يعني نكمل علي ومن بعد حكمت هذك الثقب لي في الواسط حكمت عمار طوق بالكون في تيغلي كون درت له لاغوم تعالقارس هذي هي درت له لاغوم تعالقارس باش يجيني لوقوه كاتع القارس في هذك الكون في تيغلي هذك نتمنى انها تكون ناد اعجابكم اذا عجبك الفيديو ما تبخليش عليها بلايكو بالتعليقات الجميلة وبالبارتاج مع الاهل والاصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر